نيتانياهو يعلن حل حكومة إدارة الحرب أبلغ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نيتانياهو الوزراء في جلسة للمجلس الوزاري المصغر أنه سيتم حل حكومة إدارة الحرب بعد استقالة الوزيرين بيني جانتز وغادي آيزنكوت وكان قرار نيتانياهو متوقعا في الدل مطالبة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المالية بيت سلائيل بالانضمام إلى الحكومة بدلا من الوزراء المستقلين وفي خطوة من شأنها أن تزيد من حدة التوترات مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة ومن المتوقع الآن أن يجري نيتانياهو مشاورات بشأن الحرب مع مجموعة صغيرة من الوزراء من بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير شؤون الاستراتيجية رون ديرمرا الذي كان عضوا في حكومة الحرب ورئيس حزب شاس أريه درعي